مرحبا وتحياتي إلى الجميع إلى كانت أبيات من الشعر مهدات من فيلسوف التشاؤم الكبير الألماني آرثر شوبنهاور إلى كبير فلاسفة ألمانيا والعالم إيمانويل كانت وعلى هام شادي الأبيات كتب شوبنهاور معلقا أن اليوم الذي مات فيه إيمانويل كانت كان يوم رائع وصافا وهذا أمر نادر الحدوث في بلادنا ويمضي فيقول ويروى أن أحد الجنود الذين كانوا يؤمنون جنازة كانت نظر إلى السماء الصافية فرأى سحابة رقيقة صافية تسبح بهدوء فعاد ونظر إلى منهم حوله وقال انظروا ها هي روح كانت تصعد إلى السماء بكل هدوء واتزام فنظم أرثر شوبنهاور الأبيات التالية وعنوانها به إلى كانت كانت نظراتي تشيعك في السماء الزرقاء إلى أن اختفى طيفك الطائر في السماء كانت نظراتي تشيعك في السماء الزرقاء إلى أن اختفى طيفك الطائر في السماء وبقيت وحدي وبقيت وحدي بين تلك الجموع الغفيرة وكأني في وسط صحراء قاحلة جرداء فحاولت بعث الحياة في هذه القفار فألقيت عليها كلماتك المثقلة روحا وفكرا لكنني بقيت وحدي غرباء عني غرباء عني هؤلاء المحيطون بي والعالم دونك مقفر والحياة طويلة شكرا